اهلا بحضراتكم مرة اخرى قبل ما اروح لديفي الكبير اكرر على حراركم سؤالنا النهاردة اللي هتكسب بيت شرط منتخب مصر سؤالنا مش النهاردة بس سؤالنا ده اللي هيفضل معنا لحد المطش ان شاء الله مين اصغر لعيب في قائمة منتخب مصر اللي ضمها كالوس كروش لهذه المواجهة المواجهة المنتخب السنغالي مين اصغر لاعب سنا في هذه القائمة جاوب على السؤال على صفحة القناة الاولى على صفحية الشخصية جاوب على السؤال واللي هيجاوب على السؤال ان شاء الله هيكسب تيشيرت منتخب مصر هم اكتر من تيشيرت مش تيشيرت واحد كلنا هنكسب ان شاء الله عايز تكسب تيشيرت منتخب مصر ما انا كنت لسه اقول لك منورة كابتن محمد انا مش هقدر اقولي اسم احسن عارفه من ولادنا ممكن يطلع غلط لا يطلع غلط انا مدرس كيميا انا اسف انا اسف انا اسف لا 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 مدرس حراك ينبع ستشتغل مدرس كيميا ومدرس جغرافيا وتعرف تايم كل حاجة حفيفي انا عارف عن هكذا حفيفي مين بقى مين بس ما تقولناش موليد كام عشان ايه الناس برضو تتلغبط شوية اه لا محمد عبد مني حامل مش هقولك موليد كام اه 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 اصغر من صبح اول تيشيرت منتخب مصري لكامتر محمد عبد الجاري يا ربي فالبي لا 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 للجمهور طبعا عنده تشيرتات بالهابل لمنتخب مصري كتير يعني بس ما كانتش بالماركات دي اه يعني احنا زمان حاجات لطيفة كده على قدنا لا انا لكامتر الجاري كان بيفصل بتشيرتات في المحلة وهنا وهنا يعني تخير منتخب مصر احنا كل مرة بلعب ملطة ملطة كانت لابسها تشيرت مش هقول للماركة طبعا عشان يعني ملطة كنا ملعب دورة ودية في تونس وانا لابس تشيرت يعني برضو مش هقول للماركة بس في مصري بس يعني ايه صناعة مصريا حيلا وبتعملتها هيموت ويبدل معها التشيرت واحنا كنا في البعض الماتش قالوا اللي هيبدل تشيرت او يضيع التشيرت مية جنيه اه خاصة اصلا والتيشيرت بتعملتها فوق الالف جنيه الكلام ده من 30 سنة والله الولد بتعملتها جالي القوضة خبت علي وقالي قلت له قل لي مايوايف هتغسل اه قلت له لا تصعب علي انا نفسي في تشيرت بتاعه وبكم كده وستايل حاجة ايطالي ايه قلت له بقولك ايه خد مية جنيه خاص مية جنيه خاص مش راش كلا هده او بقال في جنيه التشيرت بتعملتها ده قاعد عندي مثلا في 15 سنة لا بيدوب ولا حاجة حادث وبتلبسه عادي وبيتلبس عادي اه لا لا عادي هو دايما هو في كل حتة اه اي العيب بيفتخن هو ياخد فلنت الكاميرون اه ياخد فلنت مصر يعني عارف تبادل منتخبات كبيرة اه طبعا بتحط عندك منتخب كذا ومنتخب كذا ده المفروض انما احنا زمان يقولك اوعى هو في تشيرت واحد ومية جنيه غرامة ومية جنيه غرامة كلام ده من 30 سنة مية جنيه برضو كاتحاجر سلام طيب كابتن محمد منتخب مصر وقائمة ان شاء الله قائمة الشرف بإذن الله انا بس عايز احييك بجد يا ربي خلي حضر على الفقرة بتاعة كابتن سهامل حكم الدولي يا ربي خلي حضر وكابتن ليلة بتاعة المحترفة في امريكا اه لا انا كنت قاعد فخور لقيه الناس دي لازم تظهر ونازم الحكام الحكمات المصريات جمدين اه يا كابتن بس الثقافة عندنا ما كانتش موجودة دلوقتي بقت موجودة بس انا هحكي لك حاجز غنطوطة كده قبل المنقش ياريت انا في اقطاعات النشئين في المقصة كان بقى لي فترة فاحد الحكمات كانت مسكة راية بتحكي الكلام ده من سبع ثمان سنين او ست سنين فالمدرب اللي قاعد معايا وكده فهي ما رفعتش فكورة فانت مفروب تقول لها يا كابتن لا ده وقف على الخط قال لها انت يا سات انت يا حاج اه والله هو مش بيقولها عفويا ايه مش بيسقاط قلت له لا فالثقافة عندنا والله يا كريم ابتدت تتغير لا انا نموذج محترم ونموذج الكات الليلة اللعيبة يعني سألتها انت بتلعبي ايه موليت 2003 اه طمانتش جلعب وينجليفت بسم الله ومنتقى بمصر ان شاء الله يبقى ليها مستقبل عظيم فرحان انا عارف فكرة انه انا كنت بقولهم كده حتى وحنا عادين الثقافة اللي هو ايه الكرة القدم دي مش للبنات كنت قدم للولاد ليه مش للبنات مش فهم لا بسرع رياضة يعني بالضبط اه والله وفيه بنات تلعبك رحلو اوي اوي يعني ممكن احسن من الشباب شوي انا مش عايزين بس انه صالح الشباب بطول اه 23 لاعب في قائمة منتقى مصر لمواجهة السنغال كلهم رجالة كلهم ان شاء الله يبقى قائمة الشرف للمنديا القائمة من وجهة نازل حضرتك شفتها منطقية وطبيعية لهذه المواجهة جدا جدا لان انا كنت عارف وانا تسألت قلت له مش هيقدر ياخد حد جديد يمكن الواحد الجديد دونجا ودونجا لعب قبل كده مكان مهند وعمر جابر شوية برضو مكانش معاه بسا عمر العيب دولي من زمان صح وقافش العيب دولي وقافش العيب دولي ياسر بممكن بيخش منتخبات لا دول العيبة دولية انا مقدرش اجيب مثلا زي ما جبت احمد ياسين مثلا دخلته مرة واحدة صعب في المواجه ده بزياد ينفعش اتقال مثلا احمد عبدالعاد الكريم مفهودي يخش احمد عبدالعاد كمفروض وشريف مفروض بس خلاص لا بقى على نفس اللي احرك قلت انه الوقت الدايئ ده ما ينفعش يا جر احمد عبدال لسه عنده تجربة دولية اولى ينفعش في الوقت الدايئ بالضبط احمد رفعت كان ممكن بس انا بقول اللعيبة دي الشريف ورفع واللعيبة اللي هي احمد عاطف زي ما قلتلك قبل كده احمد عاطف مواجه مرايح جدا اصبروا الفترة اللي جاية لكم وبالذات بقولي الشريف انت بتلعب اكبر نادي في افريقيا فانا من وجه اتنظر يا شريف ان انت ما تروحش تقعد احتياطي وما تلعبش وتنهر نفسيا تاني وترجع ناديك الدنيا بايزة معك زي فاكر انت قاعد مطشين ثلاثة مش مستقل لما جيم فلا بس انا بقوله انت لعيب كبير والفترة الجاية هبقى ليك دور ولعيبة كلها دي هتبقى ليها دور طيب محمد شريف مفيش خلاف ده ما اختلف ولا حلالك هتختلف ولا احد اختلف ان هو مواجم كبير ومواجم مميز لي كالوس كروش ما بيشوفوش في الادوار اللي بيحب كالوس كروش يحطها في المواجم واكيد عدم اختبار محمد شريف ده لاسباب فنية اه انه الراجل منه مهدب اه لا واكيد ما عندهش مشكلة واكيد هو مش مواجم صغير هو مواجم محترم مهدف طبعا بس اكيد الشكل الفني في اللعب بتاع كلوس كروش مش محتاج في محمد شريف ليه بقى اقولك ليه كروش من المدرسة بتاعة الفروي دي البوكس اللي قال في الثامنطاشر ما بيخرجش كتير ولو انه بيخلي مصطفى محمد ينزل يدافع لغاية نص الملعب في اوقات كتيرة ولكن هو ليه ستايل معين الاجانب كده الاجانب لما يقتنع بحد والله لو عمل ايه يعني هو دخل افشا عشان ما فيش عبدالله السعيد عشان لو لعب ربع ساعة تلت ساعة في المباراة بتحت الفروي ديبقى دور افشا لان كان قابليه عبدالله شريف هو الراجل مقتنع بمراوان وانا بتمنى المراوان اللي ربنا يكره ووفقه مقتنع بالسطيل بتاع مصطفى بتاع مراوان كده انما شريف ما يزعلش هي مسألة وجهة نظر طيب انا اقول لحرك انا طبعا اول ما جاتت القايمة في التلفون حاولت تسأل عن الاسباب كلها الاسئلة اللي عند الناس كلها ليه مش احمد عبدالعادر ليه مش احمد رفعت ليه محمد شريف برا بس انت قلت صح احمد عبدالعادر مش حمل المطش ده دلوقتي يعني ممكن ليه مثلا افشا ده خلوا ما كانش بيخش قبل كده حرك جاوبت على قصة افشا هو دي الاجابة اللي خدتها من هناك انهم دايما الراجل عايز في القايمة بتاعته صانع على العاج بيستخددهم فوقت ربع ساعة ربع ساعة ثلاث ساعة يدخل افشا بس لما سألت على شريف عشان برضو هي نقطة مهمة وشريف بيسجل بقى له فترة مع النادي اللي هو رجعة تاني المستوى اتقل لي انه مصطفى محمد ومران حمدي بيعمله اللي الراجل عايز والراجل عايز ايه بقى راجل عايز المهاجم اللي ينزل يضغط مسلا على اللعب الوسط المدافع في الفرقة المنافسة اللي هو رقم 6 صح ويبقى الضغط بتاقه ضغط قوي مش لعب بيجري او لعب هداف او لعب بيسجل كويس عايز اللعب اللي بيعرف يلتحم وفي القرات الهوائية بشكل كويس وصطفى ومران بيعرفوا يعملوا دا كويس شريف ما بيلتحمش محمد شريف عنده قدرات مختلفة بس مش قدرات اللي الراجل عايزها عايزها ويتقال لي جهوم لأ حلوة اوي اه قال لي دايما فيه انت كابتن محمد حراكو انت بتلعب كمسلا المدرب بتاعك ممكن يشغل الفرقة كلها ديك انت عشان تساجل اهداف ده حقيقي ده حقيقي هو مش بيشغل الفرقة كلها للمهاجم الصريح وممكن يشغل الفرقة كلها لمحمد صلاح لمرموش بما في ذلك المهاجم الصريح يشتغل لمحمد صلاح ايوة فهو مش عايزه اصلا المهاجم الهداف على قد ما عايز طبعا لو المهاجم يسجل ياخد دي حقيقي كويس بس عايز منه ادوار تكتيكية وفنية دي حقيقي مصطفى بينزل يدافع لغاية البكريت لغاية البكريت لغاية رقم 6 فعلا ستايل معين شكله معين هو عارف ان الناس دي ستايل معين هو من الاول خالص ما خدش يطرر حامد ليه قالك طارق بيلتحم جامد بياخد انذارات بتنرفز مش عاف ايه 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 فيه متربين تانية احنا طارق حامد نمر واحد عندي ايه تنرفز بقى ياخد لأ لميل الليلة في نص الملعب جهت نظر اه خلو النقطة الفنية دي انا بقبلك لشوية الكواليس ليه برضو مش طارق حامد قالك انه هو عايز يلعب بالتلاتة اللي في النص دول اللي هم بيبقى واحد ستة واثنين تمانيتين انه يحصل بينهم روتيشن طول الوقت في المباراة يعني رقم ستة يبقى تمانية وتمانية يبقى ستة اه يعني انه يخش مكان السلية والسلية التلاتة اللي موجودين حامد فتح وعمل السلية وانه انه ممكن يلبه ستة وتمانية لكن طارق ستة بس ما يلمش تمانية عشان كده عبدالله سعيد لما لعبه مرة تمانية ما نفعش معاه ما جربوش تاني ليه ما نفعش معاه عشان عبدالله مش يعمل ستة لا مش عمال امام نفع معاه امام يعمل ستة يعمل ستة ويعمل تمانية بالزبط كده فانت لما تخش في عقل الراجل وشغله الفني ترتاح لما تقول انه اللعب ده مش موجود عشان الراجل عايز حاجة معينة مش عشان زيما الناس بتقول اصله كشر اصله لا 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 الاجنب معنضمش الحتة دي بالزبط اه الاجنبي لو مكتنى بواحد والله لو عمل ايه هلعبه هلعبه صحيح لو مش بيحبه هلعبه صحيح فهو شايف صفات معينة اه وقلم يعني يعني هو ما خدش محمد هاني خد عمر جابه محمد هاني عشان الاصابة عشان الاصابة محمد هاني الخير الاول ليه بس اصابة بس اصابة مبسوط انه هو خد عمر جابه اه عمر خبرة خلاص وبرجله واسع لأ وليه ادوار حلوة يعني بيدفع كويس وبيهاجم كويس لما انا فرحان بقى عودة عمر جابر اتمنى له التوفيق يعني ان شاء الله اه الباكات ليفت فتوح اه وايمن اشرف موجود برضو في حتة الباك ليفت دي اه ويمكن حجازي هيعوضه الوينش وعب منعم ومعه محمود علاء وياسر ابراهيم وياسر اه ياسر دلوق ماشي كويس او معناد الاهلي صحيح ياسر كمان كان فيه افضلية بينه بين علي جابر واحمد سامش بس الراجل مال لياسر ابراهيم عشان مشاركته في كاس العام الانديا وفي افريقيا الاحتجاكات اللي بيلعب فيه كان افريقيا عشان لعيبت بيرا منزل كلام تلعب في افريقيا بس كاس العام الانديا هو اللي خلى ياسر ابراهيم ياخد درجة درجتين زيادة عنه والله بص خلينا برضو واقعيين يعني اللي بره واللي جوه بكلهم شاول عب ايوه يعني مفيش حد فارق ايوه يعني واحد او اتنين اللي فارقين في منطق صلاح تريزيكيه باقي كله لعيبت جمدة بس محدش فارق عن التاني يعني انا دخلت علي جابر مكان ياسر عادي صح لو دخلت محمود علاء ما حطيتوش دخلت احمد سام بس احمد سام عشان يمكن ما بيلعبش منتقبات كتيرة برضو مش هيبان فرق يعني اللي خلح احمد ياسين يلعب ويكسر الدنيا دي ميزة اللي خلح حسين بتاع سموح اللي كان في الزمالك حسين فيصل حسين فيصل برضو لعب يعني انا بقول الناس دي كلها دوركم ان شاء الله بعد كسر عالم ان شاء الله هنوصل مع التصفيات مع التصفيات الجديدة لان هو ان شاء الله هنوصل التيم ده كله ومعه حجازي ومعه اتنين كمان ممكن ريفعة ممكن رمضان اكرم ان شاء الله يرجع كل دولة اه انما انا بقول للناس دي كلها القاعدة اللي فتح حالنا كيروش دي لأ دوركم في التصفيات ان شاء الله ودوركم مع متخب مصر الفترة الجاية عظم جدا نلعب ازاي بقى قدام السنغال في مبارات القهارة عشان الكلام ما بين النو لأ تعال نلعب هجومي جدا عشان نقدر نكسب بنتيجة مطمئنة وفي ناس تولي تقول لك لأ نلعب دفاع احسن ونلعب على هجمة المرتدة طبعا نلعب توازن طبعا يعني توازن قدام السنغال حردك مدرب كمدرب بقى وشايف قائمة منتخب السنغال وشايف قائمة منتخب مصر عندك اهداف عايز تحققهم في التسعين ديال الاولى عشان توصل لاهداف تانية في التسعين ديال التانية كل ده المدرب بيبقى كاتبه بالورقة والقالم طبعا طبعا الظروف والنتيجة كل حاجة بتتغير بس يعني كاتبه بالورقة والقالم وحاجة السنغالات بتاعته انت السيناريو المثالي اللي مفهود نشتغل به في ممبراطة الكهرة يكون ايه ايه وعا يضغط على السنغال من اول المتش في استاد الكهرة في الملعب الواسع ده لا السنغال عندها فرقة دقيلة فرقة الديفنس بيعرف يلعب الكورة بيعرفين الكورة عنده السرعات بتاعت مانيه وبتاعت الفرود اللي جنبه لا تقال فلو فتحت مساحات لا هنطلط وانت لو طلطيت هنا جون مشكلة يعني انا كنت بدلش معاك لو طلعنا واحد صفر يا سلام مش وحش ده الرضا يعني سمع النغمة في مصر انا عزين نكساب تلاتة واربعة لا انت مش بتلعب جزر الكمر وعلى الاحترام يعني لا لا السنغال فانت انا رأيي ان هيقفل من نص الملعب ان شاء الله حتى اول نص ساعة لازم من نص ملعب ويلعب على السرعات بتاعتنا صلاح مرموش تريزيجي الناس اللي هي يعني هيلعب بالسطارة دي اني السلية حمد فتح لازم لازم التلاتة نص ملعب دول عشان يسندوا الديفنس شوية ويقابل من نص الملعب كبت في اول الماتش لو فتح الماتش وضغط السنغال من الاول السلحة زحردين يتخطفهم ييختفوك فانا ما اقدرش اعمل ريسك في الماتش الاولاني الماتش الاولاني الريسك فيه اخطر من الماتش التاني اخطر يعني الماتش التاني لو فتحت ودخل في الجونة هو اسمه جونة حاول تعود لكن الجونة هنا باتنين طب انت تعرف ان هناك ممكن تلعب عليهم ضغط هجوميا هجوميا واتربكهم في الاول هناك لنما هنا لا ما اقدرش الدفاع اولا قبل الهجوم لازم انا لو بلعب الكونغو معلش او مالي يعني الفرق اللي صعر اللي هتلعب التصفيات لا اقولك نضغط من الاول مع الجمهور مع الضغطة دي ونخلص المباراة ونخلص المباراة بدري بدري انما لا انا بلعب سادي وماني وبلعب خليل وماني لا لا وماندي وبتع نص الملعب ده عندهم لعيب تحفة بيلعب في لستور سيتي اه لا كلمة كان عجاي كمان اه لا ادريس يا جنجي ده برضو حاجة بس ده بيهاجم اكتر من اليدافع انا بكلمك على اللي في القلب ده بتاع الاستر حاجة تقيلة فانت لازم تقابل الناس دي لا مأمن بتجسهم وبعد كده انت تلعب بقى على مهارة صلاحة على مهارة ممي يعني احما كانش عجبنا كوبر انت كوبر محتاج وانا في الماتش ده وكالوس كيروش بصراحة بيعرف يعمل منظومة ده فعيك كويسة انا بقولك ما بيجيش فينا جون سهل فاكد في البطولة العربية وبعدين البطولة الافريقية قلت لك مفيش جون سهل بيجي فيك هي غلطة وعارف انا بحب اتكلم معاك فنين اولا حبيب بحب احب فاطفة معاك فنين فاطفة ده كب انا بحب فكرة انه المدرب اللي ما بيسلمش المدفعين بتوعه يعني ايه محمد عبد المالا مش هتلاقيه لو واحده اللي هو انش مش تلاقيه لوحده عمر كبير ملعب لوحده مش هتلاقيه لوحده فتوه مش تلاقيه لوحده دايما عنده مسنة من واحد من نص الملعب المساكة عنده مسنة والسلية او النين بيغطي يعني فيه تلاتة يعني فيه اتنين جنبك مش يكسبك لوحده حلوة بيسلمش اه فيه مدربين بيتسلم الديفنس بيقابلهم تلاتة بيلطاشوا فيهم وبيعدهم عارف انا مطل حركة للقصة دي فكرتني انا كنت بتكلم على محمد عبد المنعم اتقين انه مستوى قال لما رجع الاهلي لا مش قال هو مش قال الطريقة مختلفة محمد عبد المنعم بيواجه لعب واحد ضد واحد في كتير من الاحيان كذا كتير مع منتخب مصر انت مكنش بتحس ابدا ان محمد عبد المنعم عنده مشكلة حيجازي معنده مش عشان هو مش لوحده مش شايدة فيش حاجة بتوصلهم بسهولة اه يعني اللي بيجيله بيبقى هلكانة وهو فايق فبيعرف يغطي صح بالزبط مع الاهلي لأ كان بيروح لهم كور كتير هو عبد المنعم مش مستوى لي منعم الكيرف كان عالي قوي بطولة عربية وبطولة افريقيا عالي قوي ده الطبيعي ان بتلاقيه بعد الاحتفالات وبعده 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 وعنده بقتده ثقة بس انا بقلق من الثقة الزيادة لما بتيجي اللعيب هو طبيعته هادي وطبيعته لعيب كورة اه ودي كورته بس يعني لازم يبقى نفس.. الروح اللي عنده نفسس overs ما يبقاش الثقة زيدة اللي هو ايه اوقف واباق لا فيه اوقات في المطش لا 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 لازم فيه فيه اربعين في المية او تلاتين في المية في المones لازم يبقى غشيم غشيمanziy pandemiywow مش قصدي غشيم يعني معرفش يلعب لا اللي هي واحدة فيه اوقات لازم واحدة ما تفكرش تقصد يعني ما تفكرش توقف ضد ساد يومانيه ما تقدرش توقف ضد لعيب محترف يعني ممكن هنا في الدولة المصر يتوقف وتشرب كوباية شاي وقهوة عما واحد يجي لك من آخر الشارع ده ما تكلمك بجد إنما مع البروفيشنال ومحترف على طول والسرعة والزهن ده حاضر وما بياخدش ما تسرحش ثانية سادي وما نيه فظيع بيلعب على سرحان المدافع هو في انجلترا بيأكل عيش على برضو هناك في برضو وساعات كده يسرحوا مش المهارة قوي في الدولة الإنجليزية يعني مش يعني انت بتشوف صراحة بسم الله مش الله بيقلب فيهم يعني بسهولة ليه فيه ساعات كده التركيز بتاع اللعيبة دي بيروح منها أنا ميست اللعيب المصري بيركز كويس كبير لو عايز أيوة في المواقف الصعبة دي فعلا بيركز أو الله بص على الأهل بص على الزمالي بص على بيران منتخب مصر تاريخيا منتخب مصر تاريخيا إحنا لعبنا كودفور والكاميرون ونيجيريا وإحنا عاملين كده وغانا وإما كانوا منتخبات مش طبعية نفس التشكيلة كده بتاع السنغال لذب إذا ده مستحيل مش زي تفاكر وقولك دي ركبة ويايا توريه وعبدالله توريه وكودفور ونيجي نروح مديانهم لأنشان أنا مركز اللعيب المصري بيركز أو الشعب المصري يعمل أحسن حاجة عنده سأكلمك بأمانة حطين ده حتى ضغط إنما خد العشرة جنيه قفل المحل وقعد حطت رجل على رجل لغاية لما يتزنق تاني ينزل يكسر الدنيا يعني أنا بسبح اللعيب المصري بالصناعي عايز وعايز يكسب وعايز وعايز اشتغل للنهار سبح وحد يقول لأحنا يكسب إيطاليا ونجيب جنف بوفنا رأيك الله حد يقول كده عشان اكرام على مندي إنه مندي أعزم حارس في العالم لا 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 أعرض حارس في ده دي ما بتخوش يجوان يحط له ابنه ده إن شاء الله يعني صلاح هيعملها له كده مربوش هيعملها له كده الوقت تريزيجيه حاجة فائق اليومين دول احنا عندي العيبة تقيلة برده يعني احنا لا لعبتنا تقيلة ودايما الله يرحمك يا كابتن جوهري دايما نقول لك مهما عليه هو سونج ده بتاع الكاميرو طبعا وفي زيه ده كان بريم يوسيف ومصطفى يونس بتاعنا هنا حاجة بس بتعامل في واحدة وراح زيدان تاك خطفها وده لتريكا الجون طبعا دايما الجون يقول احنا زاكي ناطت من فوق كله تريك واحد من احسن ما هو دفعين الدول الإنجليزي بزاك كي كده يقول لك ده مهما وصل للعيب الافريكي الافريكي اللي هي الافارقة يعني بالشمال افريكي الافريكي بيبقى عنده سنة هو قال لفظة بس انا مقدرش اقوله يعني ممكن كان زمان بسراع شبعين معاك اه بلوقتي اللعيب الافارقة كلهم في اوروبا المتحكمين في اوروبا في كرة القدم في اوروبا فالكصة دي خلست والله يا كابتن برضو عندهم تركة صغيرة لو دست عليها حتى هتقدر انا عارف ان هي بتفرق كلبالي تقيل قوي تقيل عدو ديالو باريسان شرمان مش قليل ولكن انا عندي صلاح احسن لعي في العالم ده غرب الاحد ان شاء الله تريزي جيه فايق مرموش فايق اخي ماتش اه اخي ماتش مسجل وصانع بسم الله ما شاء الله انني لأ رجع لمستوى ارجو الناس دي توقف جنب اللعيبة دي ايوه ماينفعش دلوقتي اقول اصلي ما خدش فلان اصلي خلى فلان انا قلت هل كله شبه بعضه سيد زي الحج احمد زي الحج احمد كله شبه بعض مفيش حد فارق غير صلاح وتريزي جيه بكلمك بأمانة يعني طريح يا حامد اني اني طريح هاي هاي السلية بص يعني احسنهم في نص الملعب شوية السلية الحريف شوية تفهمني اللي هو انما انا خلاص اختيارات ايه هو الراجل عامل لك قاعدة كويسة لبعدك ان شاء الله بعدك هيبقى معك منتخبين دي كويسة انت كنت زمان بتدور مين هيروح ومين مين الفراودة انت عندك خمس فراودة دلوقتي تاخد منهم اي حد ويه اي حد يلعب عندك سبعة تامن لعيبة في نص الملعب عندك الديفينس عشر لعيبة عندك لجوان بسم الله ما شاء الله تلاتة اربعة تجوان انت لو انت يعني شوف شناوة بو جابل صبحي انت لو جنش ده رجع بالسلامة ان شاء الله محمود حمدي محمود حمدي محمود جاد والله الزنفولي طبعا لا لا اجوان والهاني ما شاء الله يعني حتى ما هتقدم نعمل الهاني سليما انا عمل شغل عظيم شوفت بقى احنا لما منعنا الاحتراف للاجوان بقى عندنا اجوان ازاي انت كنت عايز تسألني المرة اللي فاتت طب نزود عدد المحترفين ولا نقلل بتمكشني واحنا بنقتم بس هافتح الموضوع ده مش اختار لو مفيش وقت خليها للحلقة الجاي موضوع الاحتراف ده دائما بالنسبة لي هو استراد وتصدير تماما يعني صدر واستورد افتح استراد عشان تعرف تفتح تصدير تصدير وانا اسف انا معي الكابتن محمد عبدالجيل في فرقتي وده اللي شايل للفرقة ما انا مش هعرف استغنى عنه لما معرف استورد انا دلوقتي عندي محمد الشيناو حسن حالس في مصر فيجيله عقد احتراف في اوروبا ولا حاجة فتقول لا انا عصلا هجيب حالس مرمى منين طب لو سيبته يتصدر اه لو هعرف استورد اه الموضوع هيبقى سهل هفتح لي الاستراد اه وافتح لك التصدير حال هيحصل ايه هيحصل ايه هيحصل انت عندك بقى الاهلي والزمالك ممكن يبقى عندهم تسع لعيبة اجانب صح ركت قلت لي كده صح طيب تسع لعيبة اجانب وتسع لعيبة اجانب هنا بقى الاندية ممكن متعرفش تجيب لعيبة محترفين اقول خمس فتلاقي مسلا اربعة فتلاقي الفرقة دي عندها قوم منتخب مصر طيب ايه اللي هيحصل ان اللعيبة دي وهي بتلاعب اللعيبة الاجانب اللهمها من مستوى عالي اللي انت جايبهم مصري هنا عشان يعادلهم المسابقة لعيبة المصريين اللي بلعبوا قصادهم مستوىهم هيعلى مستوى منتخب مصر هيعلى واللعيبة دي كمان هتطلع تحترف برة ونجيب لعيبة تانية فيحصل حالة من قوة المنافسة وعندها لعيبة كتير برة مصريين بيحترفوا في اوروبا وعندنا منتخب مصر قوي لكن فاكرة ان احنا كل شانقوا ديه بقى احنا اللعيبة مش هتحترف عشان الدوري بتاعنا يفضل قوي ما هو يعني هو الدوري قوي يعني لا مش قوي او ممكن يبقى اقوى ممكن يبقى اقوى خلينهم يحترفوا احنا بقالنا مئة سنة عاملين نقول بص النظرية بتاعتك دي السعودية عاملها والسعودية بتوصر كاسعالم كل سنة يعني النظرية دي انا بكوشوف بكل فرقة في سبعة تمن لعيبة او ست لعيبة او سبعة لعيبة اجانب ولكن هنا في مصر كابتن برضو استراض اللعيبة يعني عشان تجيب تسعة لعيبة هيطلع منهم اتنين سوبر والسبعة ميكي سوني هيطلع منهم سبعة كوي خمسة كويسين هيطلع منهم يمشي ويغره انا ما اتركش اقول اتركش باع طب عبقادر يلعب امت ما اتركش يمت عبقادر يلعب امت يلعب في نادي في منتصف الجدول لو ما عندوش فرصة في الآله والزمال وهيتقلق وهيحترف برا ويلعب مع منتخم مصر وهنعلل فرق كمان في منتصف الجدول شو تديف بعل ده كمان انت تغير تثبت السوق بتاعك في الاسعار واحنا عادين هنا باللف في أربعة خمس لعيبة اللي عارفين يطلعهم ولا عارفين حتى باربعينات والخمسينة أربعة خمس لعيبة لكن لو انت قلت له طب اتفضل يا باشا احترف برا باتنين مليون دولار بدأ ما انا عايز بفيك عشرة مليون دولار واروح اشتري انا كمان لعب بمليون دولار فهزبط السوق بتاعش في الأرقام الكبيرة ده لكن طول بقولك بص انا مقتنع بكلامك أربعين في المية ودي برضو حاجة كبيرة الحمد لله اه يعني مقتنع بكلامك هوصل لهم لك المية في المية ماشي بس انا هو ده رأيي اه وله عليه يعني ما هو طبعا لو عادن عسانا جربت اه من المحترفين اللي جوان لما ما جبناش لا عنا سبع سبع مدرق سبع وما عندناش وما عندناش ولا حارس في مصر زي ادوارد مندي عشان ما احترفش برا تكسب شرفت ونورتها كابتن محمد شكرا كالعيد انا اشكرك شكرا جزيلا وحتلية كمان على صفحيته الشخصية مين اصغر لاعب في قائمة منتخب مصر اللي ضمها كالوس كروشلي مواجهة المنتخب السنغالي جاوب وكسب تي شيرت منتخب مصر تلبسه انت في البيت تلبسه انت خارج تلبسه انت رايح لستات تلبسه في اي وقت عشان يفضل معك تي شيرت عارف سن فتوح عارف سن محمد صبحي عارف سن عبد منعم والكابتن قال لنا محمد عبد المنعم اه بس على فكرة ممكن الاجابة تبقى غلط ممكن تذاكروا شوية شوية لف شوية على عمار اللاعبين وولي الاجابة اللي تريحك واكسب تي شيرت منتخب مصر ان شاء الله وبإذن الله منتخب مصر في كاس العالم شوفكم يا رب على الفقير مصيحة لي تخليكوا ورا منتخب مصر ما تشجعش لعيب بعينه تشجعش فريق بعينه احنا منتخب مصر عشان المنتخب يكسب تخليكوا ورا المنتخب تشجعوا المنتخب تخليه فيجوا مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد اهم المنتخب لنا ولا غيري ولا اي نايري اصلا مهم اهم من منتخب كل خط ونصر ومهما كان انت مصر اه يا مصر كل خط ونصر اشتركوا معي نعيش كمص ونموت كمص مص مص تحيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة